دعوات لضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية العليا لتجنب التداعيات الخطيرة التي ستنعكس على السلام في العراق والمنطقة وأضاف الرئيس أن هذا الظرف الاستثنائي يستوجب التمسك بالوحدة ورص الصفوف وتجاوز الخلافات العابرة من أجل حماية المصالح الوطنية العليا وحماية سيادة العراق وأمنه وتجنيب البلاد والعباد ويلات ومآسي نزاعات مسلحة أنهيك منها العراق على مدى أربعة عقود من الزمن ولا تزال آثارها وجراحها لم تندمل رئيس مجلس الوزراء عدل عبد المهدي اعتبر الهجوم عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا وخرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم وخرقا فاضحا لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب حذر من تداعيات هذه العملية التي تهدد سلم العراق والمنطقة مؤكدا ضرورة ضبط النفس وتغليب الحكمة وتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات وإبعاد العراق عن أن يكون ساحة اقتتال أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي وتجنيبه أي نزاعات مسلحة وتحاول الرئاسة الثلاث أن نأي بالعراق بعيدا كي لا يكون ساحة معلنة ومكشوفة للحرب بين طهران وواشنطن لأن ذلك سيزيد من احتقان الوضع في بلد يعيش أصلا أزمة سياسية وغليان شعبي متواصلا منذ شهور